موسيقى نكمل الكلام في الأمر الخامس من الجه السابع الجهمي والمجسم هل يتفقان من الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رئيس الكفر قرن الشيطان والكلام لا زال في الأمر الخامس ابن العلقم الشيعي وأبناء العلاقم التيمية وصلنا إلى المورد العاشر في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر ابن كثير يقول ثم دخلت سنة ستة وخمسين وستمائة سنة ستة وخمسين هجري ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي نحن بينا في الدرس السابق إلى ما وصلنا إليه لا يوجد شيء اسمه ابن العلقمي أو يرجع إلى ابن العلقمي أو لابن العلقمي مدخلية فيه سنرى كيف سيوجه الأمور وكيف سيدلس حتى يعلق الفشل والخيبة والبؤس والهزيمة والخزي والعار على غيره على شماعة ابن العلقمي تحويل على مفلس تحويل على مفلس يقول هذا كله عن آراء الوزير ابن العلقمي لاحظ لاحظ تليس إلى يعني ليس في قضية جزئية وإنما يقول ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي يعني يكفي في دحض هذا الكذب والافتراء والإفك من كثير ومن أئمة التيمية منهج التكفير المدلسة يكفي ما قاله ابن الأثير قبل أكثر من أربعين عاما ما أشار إليه إلى أكثر من أربعين عاما ما ذكره من حدث حصل منذ أكثر من أربعين عاما من سقوط بغداد والذي نعى به الإسلام والمسلمين فأين كان ابن العلقمي حتى يأتي أحد أئمة الدواعش التكفيريين الإرهابيين يعلق هذا السقوط للإسلام والمسلمين على ابن العلقمي يقول في البداية والنهاية يريد أن يفسر لماذا يقول وقع على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي يقول أنه لما كان في السنة الماضية أي في سنة 655 كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير لاحظ يقول حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير أقول أئمة دواعش أئمة عصابات السرقة والسلب والنهب والقتل والإرهاب فقضية النهب طبيعية جدا عنده بل يفتخر بها ويذكرها بدون أي تردد ولا أي حياء ويوجد غيره ولم يذكر كل شيء هنا وأنما يوجد غيره بل كل من ذكر هذه الحادثة يتحدث عن الاعتداء على الأعراض وانتهاك الأعراض وارتكاب المحرمات في الكرخ وفي محلة الرافضة وعلى الرافضة إذن هذا عندهم الآن ما يحصل الآن من الدواعش هذا له أصل له تأسيس له أساس له تشريع هذا هو تشريعه هذا أحد أئمة وأحد أقطاب المنهج التيمي التكفيري ابن كثير يمنهج لهذا الأصل ولهذه القضية الإرهابية القاتلة يقول فاشتد حنقه على ذلك فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفضيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنية بغداد وإلى هذه الأوقات يقول ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله لاحظ يقول ولهذا كان أول على فرض أنه كان أول من برز إلى سنثبت كذب ابن كثير وافتراء ابن كثير وإفك ابن كثير على ابن العلقمي بالرغم من أننا لا نؤيد ابن العلقمي لعنة الله على كل من عمل في سلطة الصلاطين الظالمين أعداء الحق وأعداء أهل البيت وأعداء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء المنهج النبوي الرسالي الشريف يقول ولهذا كان أول من برز يعني أعطى الإفك أعطى التهمة أعطى الافتراء أعطى الكذبة طرح الأكذوبة بعد هذا يريد أن يعطي الدليل على هذه الأكذوبة البرهان على هذه الأكذوبة التغرير بهذه الأكذوبة يقول ولهذا كان أول من برز إلى التتار الآن نقاش في الصغرى وفي الكبرى الآن هل أنه كل من خرج أولا إلى التتار فهو الذي حاكى المؤامرة وكان السبب الرئيس والمحور والقطب الرئيس في سقوط الإسلام والمسلمين وسقوط بغداد هذا أول الأمر والنقاش في الصغرى أنه هل هو فعلا أول من برز إلى التتار لا تتم الكبرى ولا تتم الصغرى يقول ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه فاجتمع في السلطان هولاكو خان لعنه الله فقط يعني أطروح أولية إشارة أولية يعني من شروط هولاكو عندما وصلوا أحاط ببغداد عندما طلب خروج الرموز القادة الوزراء المسؤولين الخليفة الكذائيين التجار الفلانيين ماذا اشترط عليهم قال يخرج فلان وفلان وفلان أو هذه الشريحة أو تلك الشريحة أو هؤلاء وهؤلاء مع عوائلهم هذا الأمر الأول الآن ما هو الادعاء لماذا يخرج فلان وفلان وفلان مع عوائلهم كان الادعاء الأول من هولاكو أنه سينفيهمهم وعوائلهم إلى الشام أيضا هذا من التدليس يعني خروج ابن العلقم مع عائلته ونحن سجلنا وقلنا أعتقد سابقا أشرنا قلنا كيف خرج مع عائلته هل كان بإذن الخليفة أو بدون إذن الخليفة وكيف سمح له الخليفة والقادة المماليك ومماليك المماليك كيف سمحوا له بالخروج هو وعائلته فإذا كان خائنا كان رافضيا كان معروفا بالخيانة فلماذا سمحوا له بالخروج وأخذ العائلة معه وهم يفتكون بأي إنسان على مجرد الاحتمال كيف سمحوا له لكن هذا هو تدليس كما أخبرتكم بأن هولاكو اشترط بأن يخرج القادة وأعطى بعض الأسماء وذكر بعض الأسماء وتحدث عن عنوين تخرج هي والعوائل الآن من أين لي هولاكو هذا الشيء؟ لا نتصور بأن القضية أتت من فراغ كما أخبرناكم قبل سقوط بغداد بأكثر من أربعين عاما وهولاكو يشتغل يشتغل على المسلمين وعلى بلاد المسلمين ويغزو ببلاد المسلمين قبل أكثر من أربعين عاما وحكام المسلمين انقادلوا هولاكو وصاروا عمالا عنده هولاكو هو الذي يعطاهم الإذن بالولاية وبالخلافة وبالسلطنة هذا ما حصل فعلا ومع هولاكو الكثير من وعاض السلاطين وعاض سلطان هولاكو من أئمة الداعشة من أئمة المارقة من أئمة التيمية كان ملازمين ومرافقين لهولاكو ليس من هذه البلاد وإنما التحق به من أول بداية المغول من بلاد الصين من ملغولية وأئمة الداعشة والدواعش مع هولاكو يؤمنون ويشرعنون عمل هولاكو إذن يعرفون تفاصيل الأمور فالجاسوسية وما عنده هولاكو من معلومات تصل إلى نسبة كبيرة من الدقة كانت يحصل عليها بأسهل ما نتصور من الطرق أقول تنبيه تدليس واضح فاحش وكذب وافتراء وكذب وافتراء فقد أشار ابن كثير نفسه أن هولاكو طلب غير الوزير الحضور إليه لكنهم رفضوا التفت جيدا هذه أكذوبة أخرى يعني أنا قلت يوجد أكذوبة في أكذوبة الأكذوبة الأولى والافتراء الأول والافك الأول أنه قال كان أول من برز إلى التتار يعني هذا أعطاه كدليل كإشارة كمنبه كبرهان كحجة على أن المؤامر من ابن العلقمي لكن في حقيقة الأمر قلنا التفت جيدا قلنا أولا ليس هو أول من برز إلى التتار هذا أول الأمر والأمر الثاني بروز ابن العلقمي إلى التتار ليس منه وليس بطلب من هولاكو وإنما هولاكو طلب آخرين للبروز إليه فرفض المماليك وقادة الجيش الذهاب والاستجابة لطلب هولاكو فكلفوا ابن العلقمي بالخروج إلى هولاكو فخروج ابن العلقمي وعائلة ابن العلقمي إلى هولاكو كان بأذن وبإمضاء بل بأمر من الخليفة وأمراء الخليفة وقادة جيش الخليفة فإذا كانت مؤامرة فهم أصلا المؤامرة هم أرسلوا ابن العلقمي لإتمام المؤامرة ارتفت جيدا ماذا قال ابن كثير قال فأرسل الخليفة شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه مملوك في مملوك في مملوك في مملوك وطبعا الجميع من الأعاجم يقول وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه فلم يبعثهما إليه ولا بالا به بعد هذا كلفوا ابن العلقمي لأن يذهب إلى أو للذهاب إلى هولاكو أقول فيا عقول متحجرة هل أن رضهم للذهاب لهولاكو كان بتدبير ومؤامرة ووسوسة ابن العلقمي لهم حتى يكون له الطريق للذهاب هو بنفسه هذا إشكال لاحظ هذا الإشكال عندما يصل الآن إلى التهمية يصل إلى المارقة يصل إلى دواعش الفكر ماذا سيفعلون التفت جيدا هم سنذكر هذا وسنشير إلى هذا أنهم يحتاجون كل مئة عام بل كل عشرة أعوام بل كل عام بل كل يوم يحتاجون إلى مجدد في التدليس يحتاجون إلى إمام في التدليس يحتاجون إلى نبي ورسول في التدليس يحتاجون إلى إله في التدليس لاحظ الآن الآن سجلت أنا هذا الإشكال أقول هل أنه ابن العلقمي قد منعهم أو نصحهم أو أشار إليهم أو غرر بهم من أجل عدم الذهاب إلى هلاك حتى هو يذهب لاحظ هذه القضية غير مشار إليها الآن عندما يصل إليهم هذا الأمر هذا الإشكال هذه المعضلة هذه القضية ماذا سيفعلون سيأتي مجدد جديد يكتب تاريخ جديد في مورد آخر يكتب رواية تاريخية جديدة يزور التاريخ فماذا يأتي يقول وأرادوا الذهاب على نحو المعنى الآن نتحدث بألفاظ لكن هذا المعنى الذي سيفعله وسيؤسس له التيمية سيقول مثلا على هذا المثال يقول بأنه هلاكو طلب سليمان شاه وطلب دويدار هم وعوائلهم الحضور لكن ابن العلقمي قد عرق لهذا الأمر ونصح الخليفة بعدم ذهاب هؤلاء حتى يفسح له الطريق والمجال بالذهاب هو وعائلته لإتمام المؤامرة لاحظ حتى يكمل هذا سيناريو أفلام كارتون السندباد البحري أو السندباد الجوي أو قصص ألف ليلة وليلة التيمية حتى يكتمل هذا السيناريو لذلك قلنا أنهم يحتاجون إلى كاتب سيناريو إلى مؤلف إلى قصصي إلى كاتب روايات حتى يكمل لهم ويسد لهم هذه الثغرات لكن مهما حاولوه هو خط باطل لا بد من وجود الاختلاف والتضارب والتعارض فيما يقولون لأنه خط باطل وخيط باطل يكمل ابن كثير ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العلاق لهم ونصفه للخليفة التفت جيدا هذا أيضا أشرنا إليه ونشير إليه الآن لاحظ قبل قليل قلنا سيد اللسون فيقولون لاحظ هم نسوا هذه نسوا هذه لكن سيذكرون هذا لاحقا يقولون هو الذي فأشار على الخليفة وعلى سليمان شاه وعلى دويداره وعلى دويداره أن لا يذهبوا هم عوائلهم لأن هولاكو يريد أن يقتص منهم فلأذهب أنا لاحظ أو منعهم وصار المجال له لاحظ كما يقول هنا يقول خرج إلى هولاكو الآن وخرج بمؤامرة أخذ العائلة بمؤامرة فرجع إليهم لماذا رجع إليهم إذا كان خائنا وخرج بخيانه فلماذا عاد إليهم ولماذا قبلوا به واستقبلوه وأكثر من هذا لماذا قبلوا بنصيحته وإشارته وهم قد رفضوا نصائح ابن العلقمي سابقا لاحظ هذا دليل على فراغ عقل التيمية وأئمة التيمية هذا دليل على جهلهم على ضحالة عقولهم على خفة عقولهم يقول ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه لاحظ لا يقول بأن هولاكو طلب أن يأتي كما قلنا قبل قليل طلب أن يخرج الخليفة وعائلة الخليفة والوزير أو قائد الجيش أو دويدار أو فلان وفلان مع عوائلهم لا يقول بأن هذا أتى بأمر أو بتبليغ من هولاكو يقول هو الذي أشاره ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة أقول إضافة إلى ما قلت كيف فات الخليفة العباسي وحاشيته وممالكه ولا أمة التيمية المرافقون له كيف فاتهم أن بروزة بن القمي إلى هولاكو قبل الجميع حسب أكذوبة التيمية يعني الخيانة والعمالة لهولاكو والدمار للخلافة العباسية وحاكمها وسلطانها بينما تنبه أمة التيمية لذلك بعد عشرات أو مئات السنين هذا الذي قدناه قبل قليل إذا كان خائنا وذهب بخيانة وبمؤامرة ورجع إليهم كيف قبلوا برجوعه كيف قبلوا بنصيحته وباستشارته فهل أولئك كانوا في مستوى شديد جدا من الغباء حتى التيمية في ذاك العصر بينما التيمية في هذا العصر أو ما بعد ذاك العصر اللاحقون بينما التيمية اللاحقون استخدموا السحر والتنجيم والشعوذة والكهانة وتحضير الأرواح وقراءة الكف فاكتشفوا ما كان مخفيا على أولئك هل خرج ابن العلقمي بموافقة الخليفة العباسي وعاشيته وعسكره وقادة عسكره المماليك ومماليك المماليك وإذا لم يكن بموافقتهم فلماذا لم يمنعوه وبعد عودته لماذا لم يعتقلوه أو يقتلوه لخيانته وإذا كان رافضيا خائنا فلماذا صدقه الخليفة وذهب معه إلى هولاكو فهل يوجد عاقل يصدق بخائن رافضي معروف الخيانة عند التيمية في ذاك العصر وبعد مئات السنين إلى الآن يلهجون التيمية بخيانة ابن العلقمي من ذاك العصر هو خائن إلى هذا اليوم يلهجون بخيانته كيف صدقه الخليفة وهل عاد ابن العلقمي بعلم هولاكو أو بدون علمه فإذا كان بدون علم هولاكو فأين المؤامرة إذن رجع بدون علم هولاكو وأعطى النصيحة وقدم النصيحة أين المشكلة هنا إن ابن العلقمي سبق وأنصح الخليفة لتقديم هدايا كبيرة ثمينة مناسبة سنية لهولاكو كي يأمن شره فلم يأخذ بنصيحته فالخيار والأمر والنهي بيد الخليفة ولا يوجد من يجبره على ذلك فهو ليس بطفل ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد مملوك وتنزلا مع افتراءات التيمية فلماذا لا تفسر الأمور على ظواهرها وحسب هياقاتها الواقعية فكما أن ابن العلقمي وضمن وظيفته كوزير ومستشار قدم النصيحة سابقا للخليفة ولم يأخذ بها ولما ضاق الخناق عليهم جميعا بادر ابن العلقمي بنصيحة للخليفة بأن يعرض لهولاكو عرضا مغريا بأن يعطيه نصف خراج العراق وكان يتوقع موافقة هولاكو لكن وقع ما لم يكن في الحساب فما ذنبه أراد أن يفعل خيرا من باب النص لكن سارت الأمور بمشيئة الله على خلاف توقعاته وهو لا يملك أي قوة ولا قدرة يجبر بها الخليفة على شيء فأين المؤامرة يا ابن تيمية ويا أمة التكفير مارقة العقل والإنصاف يكمل ابن كثير يقول فحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة راكب من القضاة لاحظ لاحظ يعني ابن كثير يكذب نفسه بنفسه قبل قليل يقول أشار على الخليفة بالخروج من الذي أشاره ابن العلقمي الآن لماذا خرج في سبعمائة راكب من القضاة والدولة والأعيان لماذا خرج بكل هؤلاء لاحظ اضطراب في اضطراب اكاذيب في اكاذيب يقول فحتاج الخليفة الى ان خرج في سبعمائة راكب لاحظ ما هي الحاجة يقول فحتاج الخليفة الى ان خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الامراء والدولة والاعيان فلما اقتربوا من منزل السلطان هلاكو خان حجبوا عن الخليفة الا سبعة عشر نفسه فخرص الخليفة بهؤلاء المذكورين وانزل الباقون عن مراكبهم ونهيبت وقتلوا عن آخرهم واحضر الخليفة بين يدي هلاكو فسأله عن اشياء كثيرة فيقال انه لاحظ الخليفة اضطرب فيقال انه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الاهانة والجبروت تذكروا هذه اذا الخليفة خاف اضطرب لم يستطع الكلام من هول ما رأى من الاهانة والجبروت وتأتي وتأتي بعد هذا خرافات ابن تيمية وامة ابن تيمية فيقولون هلاكو قد خاف من الخليفة ومن اسالة دم الخليفة وخاف من نتائج قتل الخليفة وسفك دم الخليفة يقول فيقال انه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الاهانة والجبروت اقول ما هي الحاجة التي اضطرت الخليفة الخروج اصلا وبهذا العدد من الحاشية والعلماء والمسؤولين فهل يوجد من اجبره على ذلك او يوجد من ضحك عليه وعلى كل تابعيه واستخف بعقولهم جميعا فخدعهم حتى اخرجهم بمجموعهم الى حتوفهم عند هلاكو يعني اشرف للخليفة ومن خرج معه وامة الداعشة امة التيمية الذين كانوا يرافقون الخليفة اشرف لهم ان يحكوا الواقع بان يقولوا بان هلاكو بعد ان هزم جيش الخلافة وانتهى الامر والان يحيط بقصر الخلافة ببغداد وبقصر الخلافة والسهام من نبال تدخل الى بيته وتضرب راقصاته فانتهى الامر وصار الامر بيد هلاك فصار الامر والنهي بيد هلاك فصاروا اسرى بيد هلاك فطلب منهم الخروج هذا اشرف لهم من ان يقولوا ان ابن العلقمي قد ضحك على كل هؤلاء واستخف بعقول كل هؤلاء واستهان بكل هؤلاء واذل كل هؤلاء هذا خزي وعار عليهم وعلى تاريخهم وعلى تراثهم وعلى رجولهم